كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن المفلس من هو المفلس هذا المفهوم بينه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان جالسا مع صحابته الكرام وأراد أن يزرع فيهم مجموعة من المبادئ والقيم الجديدة التي دعا إليها الإسلام فسألهم سؤال قال لهم من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال صلى الله عليه وسلم بل إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة يأتي وقد شتم هذا وقدف هذا وعير هذا وأكل مال هذا فيقعد يقتص منه هذا يأخذ من حسناته وذاك من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطايا أخذ هو من سيئاتهم فطرحت عليه فيطرح في النار نسأل الله السلام والعافية هذا المفهوم الذي بينه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لحقيقة المفلس ونحن في أمس الحاجة إلى أن نتعرف عن هذا المفهوم خصوصا في واقعنا اليومي المعيش حيث كثر اللغط وكثر القيل والقال سواء على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي نجد هناك خارجات للعديد من الأشخاص بعضهم يعير هذا بعضهم ينتقص من هذا بعضهم يسوه أو يشوي سمعة ذاك يعني الناس في صراع وهم لا يدرون أنك لما تؤدي الآخرين فإنك قد تصير يوم القيامة من المفلسين لما سأل النبي الكريم صحابته الكرام من المفلس أجابوه عن مفاليس أهل الدنيا لكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى هم عن مفاليس يوم القيامة هم حدثوه عن الإفلاس المؤقت لكن هو صلى الله عليه وسلم حتى هم عن الإفلاس الدائم لأن الدنيا تمضي ممكن أن الإنسان لا يخضع للقانون ممكن أن يقفز على القانون ممكن أن يستغل ثغارات القانون ممكن أن يكون له يد طول تحميه من القانون هذا في الدنيا لكن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يحطنا بأن هذه الدنيا مهما كانت ربما الإنسان يتمكن منها لكن سرعان ما سوف ننتقل من دار الفناء إلى دار البقاء وهناك سوف يكون السؤال ربنا عز وجل قال في كتاب العزيز وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون ذلك اليوم الذي تجزى فيه كل نفس ما كسبت سينادي منادي يقول لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب يوم القيامة يقف الناس فيما بينهم ويتساءلون ويبدأ النداء الإلهي ينادي منادي هذا يسمى يوم العدل المطلق ينادي منادي يسمع صوته من بعد كما يسمع صوته من قرب فيقول المنادي أنا الملك أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة في هذه اللحظة ينادي المنادي أنا الملك ثم يقول وقفوهم إنهم مسؤولون هذا الوقوف بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى يبدأ بالقصاص لكل من فعل شيء حتى الحيوانات سئل النبي صلى الله عليه وسلم الحيوانات يظلم بعضها بعضا قال أي نعم يقتص منه يقتص منهم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتان تتنطحان فقال يا أبى در أو تدري فيما تتنطح هاتين الشاتين قلت لا يا رسول الله قال ولكن ربك يدري وسيقضي بينهما يوم القيمة يوم القيمة حتى الشات التي عندها ضعف جلحاء يقتص منها من ذلك الكبش الأملح الأقرن الذي كان ينطحها من غير سبب أو يظلمها من غير سبب الكل والعياد بالله سوف يقف بين يدي الملك الديان ليقتص وينادي المنادي لا تعتذر اليوم لا تعتذر اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون الذي نراه في هذه المسألة أن المفلس هذا المفلس هو يقوم بأعمال كثيرة هو يقوم بعمل واحد ما هو هذا العمل الوحيد هو أنه يمس بحقوق الآخرين يعتدي على حقوق الآخرين تراه قد شتم هذا وقادف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا يعني أعمال كثيرة ولكن هي في الحقيقة عمل واحد أنه يعتدي على حقوق الآخرين الاعتداء على حقوق الأبرياء والمسالمين هذا ظلم عظيم ويوم القيام يسمى بيوم العدل المطلق لا ظلم اليوم يقتص الله تعالى من الظالمين الذين اعتدوا على المظلومين فيأخذ هذا من حسنتهم وهذا من حسنتهم وهذا من حسنتهم فإذا فنيت كبة على وجهه في النار والعياد بالله ما الذي جعل هذا الإنسان يظلم إما يطلق لسانه بالشتم والسب والقدفي أو يطلق يده بالاعتداء ما السبب السبب أولا هناك الغفل عن الحساب الأخروي الكثير منا يعيش في الدنيا ويفعل ما يحلو له إذا كان هو أقوى من القانون أو ربما قد يتحايل على القانون ولكن لا يدري بأن الدنيا قصيرة وهناك الحساب الأخروي لا ينبغي أبدا أن نغفل بأن هناك حسابا أخرويا والذين سبقون بالإيمان انتقلوا من دار الفناء لدى البقاء لعلهم الآن يحاسبون في قبورهم ثم السبب الآخر هو أن الإنسان يهمل محاسبة نفسه في الدنيا نحن مطالبين أن نحاسب أنفسنا في الدنيا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا الذي يغفل عن هذا المبدأ تجده يتساغل في ظلم الآخرين كذلك هناك سبب آخر هو الإغترار بالقوة هناك بعض الناس عندهم غرور يشعر بالكبرياء والغرور وأنه لا أحد يستطيع أن يكون مثله وهذا نخف عليه لأن أول إثم بادر به الله تعالى الخلق هو الغرور والكبرياء كان في إبليس قال أنا خير منه وكانت عاقبته الطرد واللعنة إلى يوم الدين فإياكم والغرور الذي يغتر بالقوة والكبرياء ثم هناك من يأمن عقوبة الدنيا هناك من يفعل ما يحلو له لكنه عنده أمان من عقوبة الدنيا ربما له موقع كبير أو منصب رفيع أو عنده علاقات كثيرة هو يأمن من عقوبة الدنيا يعني ولو تكون محكمة وفوق كل ذلك هذا هو الذي يدفع به إلى أن يقع في هذه الخطايا الأمن من عقوبة الدنيا ثم هناك سنف آخر من الناس عنده التعويل على العفو يقول أنه سوف أظلم والله وغفو الرحيم سوف أظلم وأشتم وأسرق وأفعل ما أشاء ولما تأتي ديلة القدر أقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني والله عفو هذا يسمى التعويل على العفو لأن الله تعالى كما أن اسمه العفو أيضا اسمه المنتقم علينا أن نحضر من هذا ثم هناك سبب آخر هو الصحبة والمخالطة السيئة صحبة المفسدين والسيئين فيعتاد الإنسان لما يصاحب السيئين أنه يسيء لما يصاحب المعتدين أنه يعتدي لما يفعل أي عمل عندما سلوك معين يقلدهم فالصاحب ساحب الله عز وجل يحذرنا فيقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا تصور أن كل الأعمال التي يقوم بها الإنسان سوف تكون حاضرة يوم القيامة ينادي الله تعالى الجميع وتنصب المحاكم أول محكمة تنصب يوم القيامة هي محكمة الدماء كل من سفك دما أو ساغم في سفك دم وما أكثر الدماء التي سالت لهذا الملائكة اعترضت لما أراد ربك أن يخلق آدم قال إني جاعل في الأرض خليفة قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء يسفك الدماء سفك الدماء هناك من من يستحل القتل والعياد بالله ونحن كل صباح ومساء نستيقظ على قنوات الأخبار نرى ما يجري في الشرق الأوسط وفي فلسطين على وجه الخصوص سفك الدماء والعياد بالله ربك يوم القيامة ينصب محكمة عظيمة تسمى محكمة الدماء ثم محكمة بجوارها محكمة الأموال لأن الكثير من الصراعات سببها المال الناس يسرقون يستعمل النصب والإحتيال يرابون يرتشون كل من يعمل عمل لكسب المال بطرقها المشروعة يحاسب يوم القيامة ثم تنصب محكمة أخرى محكمة الفروج والعروض يتعرق بالأعراض الشرف الذي ينتهك الشرف الذي يمس الأعراض الناس والعياد بالله وقس على ذلك المحاكم وتضع الموازين هناك ميزان لكل فرد مننا عنده ميزان موازين كثيرة كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان نثقل حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وكفى بنا حاسبين ربنا سبحانه وتعالى ذكر الكثير من الآيات التي تدل على يوم القيامة وأهوالها والحساب كل هذا لكي نرتدع ولكي نخشى ونخاف وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المربي والمرشد كان يزرع هذه المفاهيم وهذه القيم في نفوس صحابته لذا قال لمن المفلس فيكم قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع هذا مفهوم دنيوي ضيق فصحح لهم المفهوم قال المفلس من أمتي من أمة محمد يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ولكنه يأتي وقد شتم هذا وعير هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وذاك من حسناته فإذا فنيت أخذ هو من سيئاتهم ثم يكب على وجه في النار والعياد بالله علينا أن نحسب أنفسنا أيها الأحباب الكرام ولنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يودع بتلات أيام خرج على صحابته وقال لهم أيها الناس من كد له عندي مظلمة أو عنده مال أو حقوق ها هو ظهري فليقتص مني الآن قبل أن ألقى الله تعالى بكى الصحابة رضي الله عنه بكوا بكاء شديدا فقال أيها الناس من كان منكم له عندي مظلمة أو عنده حقوق هذا ظهري فليقتص مني الآن بدأ يبكي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرات يقولها والصحابة يبكون وقد كان مريض مرض الموت لم يبقى له إلا ثلاثة أيام وسوف يودع ثلاثة مرات وهو ينادي بصوت فيه تعب أيها الناس من كان له عندي مظلمة ها هو ظهري يختص مني قبل يوم القيامة فقام رجل اسمه عكاشة قام وقال أنا يا رسول الله أنا لي عندك مظلمة قال ما هي يا عكاشة قال لما كنت في غزوة بدر وكنت على ناقتك القسوة وتحمل صوتا عوض أن تضرب الناقة جاءت الضربة في في ظهري لست أدري أخطأا أم عمدا وتألمت كثيرا فإن أدمت يا رسول الله أعيد لك الضربة فالصحابة كلهم شعروا بالهلع ويحك يا عكاشة كيف تجرؤ على هذا الكلام قال أنا لم أكن لأقوله لولا أن النبي الكريم ردده مرارا وربنا قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم فأنا استجبت له فقال وما تدري ما تطلب الآن يا عكاشة قال أطلب أنني أقتص منك يا رسول الله بنفس الصوت فأطع النبي الكريم رأسه وقال يا بلال اذهب عند فاطمة واتني بنفس الصوت اعطيه لعكاشة لكي يقتص مني فذهب بلال يقول ويتم وي يا فاطمة أين صوت أبيك قالت له لما قال إنه سوف يقتص منه في المسجد قالت وقرب أبتاه فأخذ بلال الصوت والناس كلهم اشرأ أبت أعناقهم وأعطاه يضربه فقال قام الفضل بن العباس قال يا عكاشة إن كنت ضاربا اضربني أنا أنا ابن عمه وأنا أولى به فقال عكاشة ما كنت لأضرب إلا من ضربني ثم قام علي بن أبي طالب وقال يا عكاشة أنا ابن عمه وأنا صهره أنا أولى به اضربني أنا هو مريض ألا ترى الوجع والحمة التي كانت فيه لأن سيدنا النبي كان يشعر بحمة شديدة قبل أن يتوفى وكذا يصب عليه قربتين من الماء البارد كل اليوم فقال عكاشة ما كنت لأضرب إلا من ضربني فقال النبي الكريم وهو يتشش مريض قال ها هو ضهري دا اضرب يا عكاشة اقتص مني الآن قبل أن تقتص مني يوم القيامة فقال عكاشة يا رسول الله لما ضربتني كان الضهري عريان فهل لا أدنت لي أن تزيل سلهامك ومعطفك وقميصك فأزال النبي الكريم سلهامه وأزال قميصه ومعطفه ورؤيا بياض جلده صار عريان سيدنا الرسول آخر عمري عريان في ظهره عكاشة يحمل الصوت والصحابة ينظرون ماذا يفعل فإذا بعكاشة يرمي بالصوت بعيدا ويهوي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يلامسه ويقبله ويشمه ويقول والله يا رسول الله ما أردت إلا أن جلدي يلامس جلدك في الدنيا قبل قبل القيامة وعادق النبي الكريم بشدة وصار يقبل جلده ويلامسه ويشمه ويمسح بعرقه فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس من أرد أن يرى وينظر لرجل من أهل الجنة فلينظر إلى عكاشة ابن محصن فإنه من أهل الجنة صلى الله على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أحبابنا الكرام كل من وقع في خطايا من نميمة أو غيبة أو وقع بلسانه على الآخرين بالشتم والقدفي أو أدى جاره أو أكل مال غيره فليحرص على أنه يطلب السماح منه الأهل وليحرص على أن يرد الحقوق إلى أصحابها وإن كان أصحابها قد ماتوا أو اختفوا عن الأنظار فليدعو الله لهم بالرحمة والمغفرة وليكتر يكتبنا الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله تعالى وليعزم على أنه لن يظلم ولن يقضف أحداً بلسانه ولن يستعمل ذا اللسان إلا في ذكر الله وإلا في الخير الذي دعا إليه ربنا سبحانه نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من عباده الراشدين قولوا معنا جميعاً آمين 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 يا ربي يا كريم لعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك ويسعدنا أن نستقبل مكلماتكم ونبدأها من إقليم الراشدية معنا للا نعمة السلام عليكم السيد الطيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا اللي هادرت معك يا سيدي نار كبير يا أجبر صحباً هادرت معك والله العظيم والله عزيز وغالي وكتنبهنا 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 الله يجازيك بخير الله يجازيك بخير شكراً يا أستاذ عفاك بغيت نتسولك الله يجازيك بخير كما قلتيني ذلك المواقع ركي تلفونا نعم عفاك أنا عندي واحدة بحل دبو البركة كان جمعا بغيتنا نحتى عندهم والدهب نشري شي حاجة نعم شري شي حاجة ذلك ما حتى نكملها نحتى عنده دوك الفريسات وحكا نجمعهم عنده نعم يالوك حرام واش حرام والله حلال لا هادش اللي بغيت نعرف ايه وعساك الله يعطيك ستر الله يجازيك بخير دعلي مع ولدتي سهل شيخ ديما ان شاء الله يا سيدي يا ربي الله يسهل أمرك ويجازي بنيتي وفقنا فاد وفي هذه الحياة وعمت قلوبنا بالله ويهدينا وتكون سلات الرحيم الله ما أمين زي ما رأى بزاف هذه الدنيا مفتونين في هذه الدنيا الصراحة الله يحفظكم بلنا الله يوقف معنا والله يهدينا كاملين الله ما أمين ويقف معنا الدكتور وبالشيفة ان شاء الله يا سيدي يا ربي ويطول عمرك وخليك وليداتك الله يجازيك بخير بارك الله إلا ما انت تقول نارا كي تلفونا دبا في المكان بغن نقلب شي حذك أطلع لي حرم أنا نعس أنا ما أرهم تشالش ذا ما حرم شكرا لنعيمة بارك الله دعيمة الله يسهل أمرك وفقنا الله فأمورنا أمور ولدتنا والشباب الله يهديهم ليسهل أمرهم يا ربي كاملين إجازك بخير شكرا لنعيمة شكرا لنعيمة شكرا لنعيمة وفيك القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية هي أن الأصل في الأشياء الإباحة هذه القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية الأصل في الأشياء الإباحة أنا أذكر أول درس درسناه في علوم الشريعة في الجامعة وقد اجتزنا فيها 12 سنة متصلة لكي تنال فيها دكتوراء الدولة أول درس أذكر وهو هذا المبدأ الأصل في الأشياء الإباحة وهذه الإباحة هي مستنبطة من قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني كل ما خلقه الله تعالى مباح والحرام ما دل النص على حرمته والحرام ما دل النص على حرمته الحرام في الشريعة الإسلامية على رؤوس الأصابع الحرام رأ قليل جدا على رؤوس الأصابع أما الحلال فكل ما خلقه الله تعالى مباح وطبعا كان هناك واحد دائرة صغيرة لهي الشبهة نتجنبها وقد صدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كل شيء بقوله قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام هذا هو القائد العام للشريعة هناك دائرة دائرة الحلال دائرة الحرام وكينات دائرة كبيرة جدا الفراغ التشريعي يسموها العلماء بالفراغ التشريعي خلها الله كمفتوحة مرة مرة كيكون في اجتهاد يناسب الواقع ويناسب متطلبات الحياة فهذه المسألة دي لأن المرأة عندها واحد القدر دي للمال بغا تتدخره كتنشى عند مدهب وكتخليه كل مرة واحد القسط من المال رأيت ما يتجمع وتشرب واحد الحلقة أو واحد دمليج أو غير ذلك فهذا أمر مباح هذا أمر مباح لا حرج فيه هذا كل مال واش كتجب فيه الزكاة أم لا طبعا المال كتجب فيه الزكاة هو احتوص النصاب دابا الآن نصاب رفاق ثلاثة مليون يعني ثلاثين ألف درهم خاص يكون عندك ودوز عليه تقريبا سنة بكاملها وتكون مستغنع له لكن المرأة بنسبة للحلي إذا كنت تستعملوا للتزيون لا زكاة لها لا زكاة عليها المرأة تكسبوا ما تشاءوا من الحلي تكسبوا لو قينطار من دهب وهي كتستعملوا فقط للتزيون مشيني البيع والشراء دابا ملدهب هذا التاجر خاصه لابد كل سنة يقيم ما عنده من دهب وكي يخرج عليه الزكاة حتى هو التاجر بيع وشراكي يربح أما المرأة درغل التزيون وفرحانة به لا حرج عليها إلا وحد نار تحزت وعند ولدات وخصى مصاريف وبعته لا شيء عليها فهذا أمر مباح لا غبار فيه هذا أمر من أمور الحياة الدنيا أي نعم بعض الناس ربما لك يقولوا حارمت الأمر هذا اللي يزهدون في الدنيا هذا واحد الخلق عظيم خلق دي الأولياء والمقربين يزهدون في الدنيا ولكن هذا مسألة شخصية أنا من المرأة نزهد في الدنيا نزهد نفسي ومن حاول نفرد على الآخرين تكون عن نفسي أولا أما الآخرين فكان نبي لهم ما قاله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة هذه القاعدة العامة في الطيبات الأصل أن الإنسان يستمتع بما أعطاه الله تعالى ويتنعم بغير يدخله في أحد العالم دي الزهد ودي الابتعاد متاع الدنيا له ذلك هذه درجة رفيعة المقهم لكن لا تفرضها على الآخرين ولا تجرهم إليها شرع وإنما ترغبهم بالكلمة الطيبة عموما للنعيمة هذا الأمر هذا المعاملة المالية التي تقوم بما أول دهب فهي مباحة مباحة ولا حرج فيها اللهم تعالى يغنيك من فضله واصلح لك الملدات والعائلة والأحباب اللهم أمين يا أكرم الأكرم نتحول إلى غفساي مع نائس الحسوني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته شرفين أبو لي أب ألف مرحبا يا أربي يا كريم أخويا يا أربي الله يفرج عليكم السحسوني نطلب الله تعالى هذا الناس كل من ذكرتهم الله يفرج عليهم الهموم والله ينفس عليهم الكروب والله يقديرهم الحوائج وهذا الناس اللي فقدوا هذا الصبي الله يصبرهم الله يصبرهم هو المصيبة شاقة وطرف من الكبد يحترق لما يفقد الإنسان فلدة كبده صبي أو صبية كي يكون وحد طرف من الكبد يحترق وكي يكون المعاناة شديدة ولكن الإنسان لو يطلع على الغيب لا علم ما فعل ربه إلا خيرا لأن الله تعالى ينادي في جبريل يا جبريل هل أخذتم فلدة كبد عبدي يقول نعم هل أخذتم قرة عينيه يقول نعم يقول ماذا قال عني ماذا قال عني يقول يا ربي حمدك وشكرك فيقول ربنا عز وجل ابن لعبدي قصرا في الجنة يسمى قصر الحمد حينما يدخل أهل الجنة إذا الجنة غدير قول بيوت ديالهم كل واحد عنده قصوره وكل واحد سوف يمضي إلى قصره وإلى بيته مباشرة قالك وإن أهل الجنة لا يعرفون بيوتهم أكتر مما يعرفها أهل الدنيا إحنا أهل الدنيا كان نكونوا ربما في شي مركب إما حافلة أو في شي أو في الباص أو غيرها الناس غيرك ينزلوا كل واحد يمشي إلى البيت دياله قاصد العنوان دياله هذا في الدنيا وإن أهل الآخرة لا يعرفون بيوتهم أكتر مما يعرفوا أهل الدنيا وكل واحد يقصدها وغد يبنوا واحد البيوت يتلألؤون من بعيد فيهم الأنوار المشرقة غد يقول يا سبحان الله لمن ذلك البيت يقول لك هذه بيوت أهل الحمد هادوك اللي ربي عز وجل ابتلاوهم بالشدائد وابتلاوهم بالمصائب ومع ذلك ما قالوا لماذا ظلمتنا يا رب لماذا فعلت بنا كذا لأن بعض الناس كي يجيهم إبليس وكي يبقى يشكو الخالق للمخلوقين شوف ربي أجدر لي شوف ربي منعني من هادي شوف ربي خاض لي هادي يشكو الخالق للمخلوقين والعياذ بالله أما أهل الإيمان يقول لك ربنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم في خلقه ما يريد ونحن مستسلمون خاضعون لجلاله ولحكمه هذه أول قائدة كان قروا في العقيدة العقيدة الشريعة أول حاجة كان قرواها هي الأصل في الأشياء الإباحة والحرم مدل النص على حرمته وأول درس في العقيدة هي أن الله يفعل ما يشاء ويحكم في خلقه ما يريد وأول درس في السنة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إن شاء الله نكتب الله تعالى ندروا واحد مجموعة للدروس عند علاقة بالعقيدة والفقه والحديث والتفسير كأنها جامعة أو أكاديمية مصغرة بطريقة بسيطة لتبليغ المفاهيم لكل الأحبة الكرام فلما يدخلوا أهل الحمد إلى قصورهم في الجنة قد يلقوا بيوت تتلألأ في وسط الجنة والنس قد يقولون سبحان الله بيوتنا رفيعة ولكن تلك البيوت هي أعظم وأكرم لمن تلك البيوت يقال إنها بيوت الحمد للصابرين المحتسبين الحامدين الله تعالى على كل حال وحينما يذهب هذا الأب والأم الذين فقدوا صبيا في المهدي يمشوا يدخلوا داك البيت يلقوا جميع البيوت أبوابها مفتحة إلا بيوت الحمد هي مغلقة دباء الصائمون والحجاج والمعتمرون والإحسان غاد يلقى بيته ولكن غاد يلقى الباب مفتوح غايجيو يدخل إلا أصحاب أصحاب بيوت الحمد غاد يلقوا البيوت أبوابها مغلقة غا يستحي وغا يتحير ويطرق الباب يطرق الباب ويستفتح شو وحد اسمع الأقدام ديانه جاي غا يفتح له الباب فلما يفتح الباب من يكون هذا الفاتح إنه ابنك الذي فقدته في الدنيا هذا الصبي صار يافعا ها هو دا ربك عز وجل يتجلى ويقول لك عبدي هذه وديعتك أخذتها لك في الدنيا ورأيت صنيعك وحمدتني فشرفتني وباهيت بك الملاك في السماء وده بلآن ها هو ابنك أعدته لك ها هو خضه وهذا قصرك وهذا نعيم خالد أبدي فيتعانق الأباء مع أبنائهم الذين فقدوهم في الصغر في الدنيا ويزدادون حمدا لله تعالى بل وإن الناس يوم القيامة في الجنة في نعيم خالد الجنة كلها خلود وكلها نعيم وكلها خيرات وكلها متع إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم على الآرائك متكئون كل نعيم شغلهم الوحيد والتنع ليس عندهم إلا الشعور واحد فقط ليه يبدو سلبيا واحد ما هو هذا الشعور الشعور بالغبن عدنا في القرآن الكريم سورة التغاب ما معنى الغبن يقول يا ربنا لو كنا نعلم هذا الخير الذي ينتظرنا في الآخرة لا عبدناك أكثر يا رب ما عبدناك حق إبادتك وما حمدناك حق حمدك وما شكرناك حق شكرك يا رب كنا في الدنيا مفتونين الدنيا فيها انجدابات وكنقوا دائما نشعر بالأساء وبالمأساة لو كنا نعلم هذا الخير الذي أعده الله تعالى لما ضيعنا الوقت فلهذا أيها الأحباب الكرام نصبر على الدنيا الدنيا قصيرة قصيرة جدا الزمن البشري بالمقارنة مع الزمن الإلهي اللي هو يوم عند ربك يا ألف سنة را غير لي لونهار را الدنيا هدي را غير لي لونهار كما لابدتم في الأرض عدد سنين قالوا لابدنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين العقالك يقول لك ألا نصبر واحد لي لونهار ألا نصبر نصبر نكشي لقسم الله مرحبا اللي يجت من عند ربي مرحبا اللي كلنا حلوة نحمد عليها ونشكره واللي يجتنا مرة نصبر عليها واللي وقعنا في شي خطيئة نستغفر المولى عز وجل هذا هو المؤمن إذا أعطاه الله نعيما شكر وإذا أصبه الله ببلاء صبر وإذا ضعفت نفسه ووقع في خطيئة استغفر هذا هو المؤمن أسأل الله تعالى أن يفرج عنا وعنكم أجمعين إنه سميع قريب مجيب نتحول إلى سلة معنا للا مريم أهلا للا مريم معديرات قطع الخط للا مريم الله عشت الخطواتك الله يحفظك لله ويبرك فيك ويعزك مولانا معديرات طموت عليكم سمحوا لينا وغنتقلوا بسرعة إلى مراكش مع للا فاطمة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته دار السلحاج لبس عليك لبس الشريفة الحمد لله ويعزك بخير السلحاج بنا شيد عواد يا لخير الله يرحم لك الوالدين يا ربي عندنا شي مشاكل وشي عكسات ليلى هيل الله وشي طعوبات والحمد لله لكل حال الحمد لله وشكر نو ليلى هيل الله كانت ترجعوا من بسمكم الله سبحانه وتعالى وكانت تمسوا منكم بدعاء يا ربي يا للا ناس مستمعين منك يا رب واحد يليدي سهل لي الله بشي خدمة الله يرحم الوالدين يا ربي ويزيزك بخير الله يسهل يا كريم يا كريم وإن لمرة تعدك الله يرحم واليدك بتنسو لك لا شي حاجة وخش شريفة بإذن الله أنا غن نوزر الستندر بإذن الله ويأتوك الرقم للا فاطمة الله يفتح لك بابتسير للا فاطمة إحنا دائما أمرنا ربنا عز وجل أن نتواصى بالصبر هذه الدنيا الدنيا يوم لك ويوم عليك الله سبحانه وتعالى حينما خلق الدنيا ودلى واحد تصميم معين وصف لها سيناريو دي الحياة هذه الدنيا هكذا هي هي يوم لك ويوم عليك من يجيك اليوم الذي لك اتمتع به احمد ربي وكل وشرب وفرح وسعد مع السعدة ومن يجي النهار لعليك يعني غد حضر راسك وتخلي الموجة كدوز حتى يفرج مولنا سبحانه وتعالى وإحنا أعطانا ربي عز وجل واحد نعمة عظيمة هي نعمة الدعاء اللي بيغى ربنا يغير القدر حتى لك القدر مكتوب والقدر إذا كتب رمي ميزول ميتغير أول ما خلق الله القلم قلم القدرة فقال يا قلم أكتب قال يا ربي وماذا أكتب قال أكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد فالقدر مكتوب ما يتغير القدر كي يغير شيء واحد فقط وهو الاكتار من الدعاء أننا ندعو الله تعالى دعاء شديدا الدعاء يغلب القدر ويجعله يتغير وسن النبي صلى الله عليه وسلم في وقاعة الإسراء والمعراج لما وصل إلى مقام عالي في سدرة المنتهى سمع أقلام تكتب وتمحو فقلت ما هذا يا جبريل قال هؤلاء الملائكة المكلفين بكتابة القدر يكون وحد القدر عند العباد مكتوب رفعت الأقلام وجفت الصحف ولكن هذا العبد هو يبقى ينادي ربه يا أرحم الراحمين يستغيث يا مغيث أغتني يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ينادي ربه هكذا فيقول الله تعالى يا ملائكتي غيروا هذا القدر واكتبوا لعبدي قدرا غيره وقد سبق ذلك في علم الله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب نسأل الله الكريم للفاطمة الله يحفظ لك ولدتك أجمعين امطلب الله تعالى يصلحهم امطلب الله يفتح لهم أبواب المغلقة أن يزيل عنهم العكوسات والموانع أن يرزقهم القبول والفتوحات نسأل الله تعالى هذاك الوليد الله يسخر لي في شيء عمل يكون مبارك وميسر عمل تعبه قليل ورزقه وفير عمل يسعد قلب دياله ويجعله مرتاح عمل يكون في البر والإحسان اللهم تعالى جميع أبلادنا وأولادكم بناتنا وبناتكم وجميع أولاد المسلمين الله يحفظ الجميع اللهم تعالى يبارك في الجميع اللهم تعالى يفتح الأبواب ديالتسير وديالفرج ويبلغ نوائيك المقصود إنه سميع قريب مجيب ونواصل على وجه السرعة ننتقل إلى إقليم الحجب معنا للا خديجة على السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لبسا أمي الحج كذلك الله يحفظكم ورعاكم وبرك فيكم للا أشاركم بركة الله يدخل لكم الرحمة والمغفرة الله يخليك لنا أمي الحج بارك الله فيك بنتي أعافك أدعيي أمي الحاجة أدعي لي مع والدي الله يرحمي والدي يا ربي أدعي لي أدعي لي أمي 험 nostro عاينا مع أطبة عاينا ما كيف يش verbs يا أمي الله يرحم كل والدين أدعي والحنا أغيب وحدتنا في الدار والوالدين توفي الله يرحمك الوالد يا ربي يا بنتي الله يفرج عليكم يا ربي يا كريم الله يفرج عليكم انتبوا الله سبحانه وتعالى السميع القادير المجيب يا دل جلال الكلم يا ربي هذه العائلة اشملها بكامل العناية والرعاية يا ربي يا كريم اكتب لهم مكاتب الخير اللهم يا ربي امحوا عنهم القدر لفي شدة وفي البلاء اللهم يا ربي اعزهم واكرمهم وحائق لهم الرجاء وبل لهم المقصود انك سميع قريب مجيب قولوا معنا جميعا أمين 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 يا ربي كريم ونختموا أيها الأحباب الكرام بوحد دعودي الخير السيدة المخرجة للا ساعدة عقال كتقول ليك المكلمات كثيرة معظمها كتلبوا وحد دعودي الخير نحن نجملوها كاملة بإذن الله بغيتكم أيها الأحباب الكرام ترفعوا يديكم إلى السماء وتستشعروا بأن الله تعالى معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا وإذا دعوناه نكون موقنين بالإجابة لنقول رب لم يستجب موقن بالإجابة لما استجب اليوم غير يستجب غدا ولما استجب غدا غير يستجب القريب العاجل وكلما تأخر الجواب كلما باهى بك الله الملائكة وإذا أعطاك أدهشك سبحانه وتعالى فاللهم يا رب العالمين يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا من كثب على نفسه الرحمة يا لطيفا بعباده يا من أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تحفظ علينا ديننا يا رب رأس مالنا هو الدين واليقين اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم زينه في قلوبنا السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله